عبد المستشار الألماني أولاف شولترز تحفظاً بشأن تسليم كيف لصواريخ توروس الألمانية وقال إنه بغض النظر عن المطالب التي تم تقديمها إلى ألمانيا سوف يواصل دراسة كل قرار بعناية ولن يفعل أي شيء متهور أبداً بحسب قوله حول هذه التفاصيل في برلين يتواجد الآن مراسل قهر الإخبارية عربي مرزوق مباشرة إذن نحييك عربي ونتحدث حول الدعم الألماني لكييف وخاصة فيما يتعلق بمحاولة كييف دعمها بصواريخ من نوع توروس بعيدة المدى لكن يبدو أن هناك تحفظاً من الجانب الألماني لماذا هذا التحفظ وهذا التوقيت في ظل محاولة كييف بتسريع امدادها بمثل هذا الطراز من الأسلحة؟ حساني الحكومة الألمانية متمثلة في المسلمين أوليف شولز ترى أن لا توجد الآن هناك حاجة إلى تسليم أوكرانيا مثل هذه النوعية من الصواريخ توروس في هذه الأسناء يكون المسلمين الألماني أوليف شولز أن أوكرانيا لديها كل ما تحتاجه الآن من صواريخ وأنظمة دفاع جوي ودبابات حتى تستطيع الدفاع الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو وحتى تحريرها أما في هذه الأسناء لا تحتاج أوكرانيا مثل هذه الصواريخ ولكن حسب المحلين هنا في ألمانيا المتشار الألماني أوليف شولز لا له توقوفات خاصة هو وحزبه والحزب الاشتراكي هنا في ألمانيا من أن تستعمل أوكرانيا هذه الصواريخ التي يصل مضاها إلى أكثر من 500 كيلو متر للهجوم على الأراضي الأوكرانية حتى أن هناك بعض التحليلات ذهبت بأن هذه الصواريخ إذا تم إطلاقها من أوكرانيا ربما تصل إلى موسكو أيضا لذلك ما زالت هناك تخوفات لتا المتشار الألماني ولاف شولز بهذا الشأن تحتيزا فيها هذه الأسناء ولكن أوكرانيا ما زالت مستمرة بالضغط على ألمانيا لتسليم هذه الأسلحة حتى أن وزارة الدفاع الأوكرانية سلمت وزارة الدفاع الألمانية أيضا بعض الخرائط التي توضع أن هناك بعض الدفاعات الروسية والمناطق المحصنة بشكل جيد جدا في الأراضي التي ضمتها روسيا الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا تحتاج إلى هذه النوعية تحديدا من الصواريخ حتى تستطيع أوكرانيا تدمير هذه التحصينات ولن يتم تدمير هذه التحصينات إلا بهذه النوعية من الصواريخ حسب أوكرانيا لأن هذه الصواريخ تحديدا الرادارات الخاصة والدفاعات الجوية الخاصة بروسيا لن تستطيع التقاطها حسب الخبراء هنا في ألمانيا صاروخ طوروس يتم إطلاقه من الجو والأرض ويأتي على الارتفاع يصل إلى 30 متر فقط لكن هل هناك صورة أو تصور الماني يعني كما قلت هذه الصوريخ يتعدى مدى 500 كم أنها تصل خلف خطوط القوات الروسية وداخل العمق الروسي هل هناك تصور الماني بأن يتم تخفيف المدى حتى يصل إلى 150 كم أو 200 كم وبالتالي لا تصيب قلب الأراضي الروسية عربي هذه النقطة تحديداً حساني ما يتحدث عنها ورد داخل برنامان الألماني البوندستاج متمثلة في الحزب المسيح الديمقراطي بزعمة فريدريش ميرس حزب المستشار الألماني السابق هم يتحدثون عن هذا الأمر تحديداً إذا لم يكن المستشار الألماني ولاف شولز أو إذا كان المستشار الألماني ولاف شولز لديه تخوفات من أن تطلق أوكراني هذه الصواريخ التي يصل مدىها إلى 500 كم أراضي الروسية فهناك إمكانية لتعديل مدى هذه الصواريخ ربما إلى 200 كم فقط وبالتالي تستطيع أوكرانيا استخدامها على الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا تحديداً أيضاً وزيرة الخارجية الألمانية أناليا بيربوك ووزير المالية أيضاً الألماني لديهم نفس الرأي يمكن لألمانيا تعديل هذا المدى ولكن حتى زي اللحظة لم تخرج كلمة واحدة من المستشار الألماني ولاف شولز بخصوص تعديل هذا المدى تحديداً ولكنه تكلم بشكل مباشر لا يمكننا الموافقة دائماً هنا في ألمانيا الحكومة الألمانية لا يمكن الحكومة الألمانية الموافقة دائماً على أي نوعية من الأسلحة التي تطلبها أوكرانيا لا يمكننا القولة نعم طوال الوقت لأوكرانيا يجب دراسة كل طلب على حدة تحديداً عندما يتعلق الأمر بمثل هذه النوايا من الصوريخ المتقدمة جداً هي صوريخ هجومية وليس الدفاعية هجومية متقدمة جداً يجب دراسة الأمر في البداية إذن سوف نرى ما يمكن أن أحدث في هذا الموضوع وهذه النقطة بالتحديد ورد فعلي كيف حول التحفظ الألماني بإرسال صوريخ تروس إليها أشكرك إذن من برلين عندي تفاصيل عربي مرزوغ شكرا لك عربي